انا حسيت بعد الثلاث امبارات اخر ثلاث امبارات في الدورة الاول حسيت انه الفريق بالفعل يعني اقترب وصار عندنا يعني رغبة كبيرة وثقة في النفس انه احنا ممكن نحقق الدورة وهذا الشي اللي شفتم في عيون اللعيبة في التمرين انه كانت ثلاث امباريات صعبة الهلال اخرى اربعة التعاون الثلاثة ومبارات التعاون انتهت الدورة الاول بأربعة انتصارات انا اتوقع انه يعني حسيت انه احنا قريبين من الدورة بالفعل واذا خسرنا الدورة هنكون يعني منافس شرس عليه اجتمعتهم عن الاجتماعة انجلس مع اللاعبين يعني قلت لهم المشاعر اللي عندك قلت لهم انا حاسس ان احنا اخذ الدورة انا قلت في البداية انه البيئة اللي موجودة في النصر صدقني ما تحتاج انك انت تجتمع مع اللاعب احنا اجتمعنا في اخر الموسم بالفعل قبل مبارات الاتحاد بعد خسارة الهلال في الدورة والشباب في كاس الملك اجتمعنا كلاعبين مع بعض وتكلمنا لكن قبلها هذا اللي كان في الاستراح في الاستراح بس لعبين بس لعبين كانوا ما في احد من يدخل لا 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 ما في اي احد يعني كننا احنا حابين ان احنا يعني يكون لنا من صاحب الفكرة من جمعكم والله كلنا ما يشوف مشكلة انه احيانا تيجي الفكرة كده يعني ما لها صاحب ولا لها توجه ان احنا حبينا نجلس مع بعض يعني بالفعل احنا يعني احتاجنا في ذا الوقت ان احنا نكون مع بعض ونتكلم ما باقولك انه في مشاكل الحمدلله ما كان في شيء بس انه كنا محتاجين ان احنا نصحي بعض مشكلته يعني لما دخلتوا في الاستراحة هذه او الجلسة وصلتوا مع بعض من اول من تحدث وش كان الكلام ما صدقني اقولك يعني احنا تعشينا وصلنا تعشينا جلسنا يعني ما كانت الامور رسمية بشكل كبير يعني كانت ودية وكنا بنضحك ونتكلم بدأنا نتكلم اقول لنا اتكلم لانا اتكلمت محمد نور اتكلم عبدو عطايف يعني انا باقولك ممكن لايبتل خبرة ممكن اكثر شيء بس الباقي كله يعني كل واحد يعني قال لي رأيه وخرجنا من العشا وكان بالفعل يعني من ثاني يوم التمرين كان باين ردة فعل هذا الشيء انا ما باقولك كان يعني حصل تراخي او شيء لكن طبيعي انك انت بتلعب موسم كامل مستحيل الفريق ان يكون على لازم يكون يدرب طبيعي يمكن وقته ما كان بالشكل المطلوب يعني في مباراة الهلال بحكم انها كانت مفصلية انها تحسم الدوري بعدين جات مباراة الشباب خروج مغلوب اضيف الى ذلك يمكن كان فترة التوقف برضو كانت فيها فترة التوقف يعني مباراة مشاركات المنتخب والمشاركات الاندية في البطولة الاسيوية كان ضرت بالفريق بشكل او باخر بالذات انك انت بتلعب مع فرق كانت مشاركة في البطولة الاسيوية فهم بيلعبوا اكثر منك ابرز شي انقاذك اليوم ما تذكر شي من اللي انقاذ لا فاكر طبعا فاكر الاجتماع كأنه اليوم يعني ايش اللي علق براسك من اللعب اللي كلامه علق براسك والله والله يشوف انا باقول لك شي يعني محمد نور قال كلام مؤثر عبد عطيف قال كلام مؤثر تفاعل اللعبين اهممämäح الروح اللي كانت يعني لما كانت موجودة في الاجتماع كانت تدل انه انه بالفعل يعني انه شي varies هيصير النه 오늘 يوم هذا الشي انعكس في التمرين اللاعبين الصغار في النادي أو الجين الجديد عندهم تقديد للعبين الكبار يسمعوا كلامهم أنا مثل مرة أذكر محمد الدايع كان يقول من أبرز الأشياء التي كانت في جيننا أنه اللاعب الجديد يحترم اللاعب الأكبر منه يحترم كابتن الفريق ما يرادد كثير ما يناقش يسمع النصائح وتوجيهات هذا موجود في النصر يعني حسن لما يكلم ضهير ولا لما يكلم مهاجم يأخذ منك الكلام ولا تحس أنه أنه يأك راس براس ولا تكثر كلام يعني بصراحة والله يشوف لو أقول لك أنه أنا أحيانا أجلس مع لاعبين هم اللي يتكلموا معايا وأنا أسمع لهم كلهم يسمع لي بعض أنا قلت لك الروح الموجودة في الفريق والبيئة والله ما أقول الكلام هذا مجاملة ولا أقوله تمجيد في نادي النصر نحن لا نحقق بطولة وبطولتين ما في داعي للكلام هذا لكن أنا أقول لك الشيء اللي شايفه في الفريق لا من لاعبين لا من إدارة لا من مدرب لا من رئيس نادي الكل قريب من بعض والكل يعني كنا بالفعل إحنا كنا كمجموعة مجموعة عملنا أتوقع يمكن سبب نجاح نادي النصر هذه الأشياء مو من السنة هذه مو من السنة هذه من وقت ما قلت الكلام هذا من سنتين وأنا شايف أو سنة ونص تقريبا الآن وأنا شايف هذا الشيء موجود في الفريق أنه الناس قريبة من بعض روح الفريق حلوة مع بعض تقبل يعني ما تحس أنه الفريق فيه مثلا لاعب طبعا أكيد يعني ممكن بحكم أنه لاعب الخبرة بيكون لي يعني دور أكبر لكن الكل يعني حتى محمد حسين مثلا طبعا ننسي تذكره من ضمن أبو ريانش لا يزعل عليه أبو ريانش طبعا أكيد لي يعني كان لي دور كبير محمد برضو من الناس يعني اللي ما بقول لك صفقة أنا أقول إضافة كبيرة لنا كلاعبين محمد حسين لأنه بصراحة محمد يعني يعني لا العام ولا السنة بقدم مستويات وغير كذا دوره خارج الملعب دور كبير صدقني كلنا يعني عمل تكامل يعني ما في شخص أنا بقول لك هو البطل كل الفريق أبطال كل الفريق كان لهم دور لا من لاعب صغير ولا حتى اللي بيسوء يعني حتى اللي معانا في حقين الملابس كان لهم دور لأنه كانت هي أدوار ونتوقع أنه الكل نجح بأدواره ترجمة نانسي قنقر